ترجمة نانسي قنقر ومنحهم الفرصة لسماع صوتهم في كيفية تخطي التحديات التي تواجه تلك القطعات مشيرا سموه إلى أن الاستماع للشباب ومحاورتهم هو منهج متأصل من تاريخ البحرين ويؤسس لاتجاهات كبيرة وغاية في الأهمية في جعل الشباب هم من يرسمون ملامح المستقبل المشرق لمملكة البحرين جاء ذلك خلال اجتماع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أنه بالأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالوزراء المشاركين في فعاليات قمة الشباب 2020 وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نقدر عاليا جهود وزراء يسعون إلى الاستماع إلى وجهات نظر الشباب ويحرصون على التحاور معهم من أجل تمكينهم من المساهمة في وضع الحلول المناسبة لكافة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة كما ناقش سموه مع الوزراء التوصيات التي رفعها الشباب والتطرق إلى مختلف جوانبها حيث وجه سموه الوزراء إلى ضرورة النظر في تلك التوصيات بشكل كامل ووضع دراسة وخطة تنفيذية لتطبيقها على عدة مراحل كما وجه سموه للعمل على أطلاق تطبيق يحمل اسم المستشار وذلك بهدف وضع الوزراء لأبرز التحديات التي تواجهها ليتم عرضها على الشباب واستقبال حلولهم ومقترحاتهم وبعرفة مدى إمكانية تبنيها وصولا إلى تفعيل توجيه جلالة الملك المفدى في جعل تمكين الشباب أولوية وطنية وإشراكهم في الشأن العام وتوثيق العلاقة بين الوزارات والشباب وخاصة أنتم عارفين مدى اهتمام قيادتنا بالشباب فما لا داعي أذكركم في هذا الشيء ولكن الذكرى تنفع على المؤمنين والذي واجب علينا اليوم نقوم به ونركز عليه هو طبعا نشوف مستوى الشباب عندنا في مملكة البحرين ونقدر ونقيم مستواهم بين دول العالم الحقيقة نرى أن شباب مملكة البحرين أنتم عارفين عندكم في وزاراتكم عدد كبير من الشباب سواء كان على الطاقة المحلي ولا كانوا شبابنا وشاباتنا في خارج مملكة البحرين نعرف مستواهم ونعرف جديتهم في العمل ترجمة نانسي قنقر